انطلق الصباح اليوم عملية أمنية في ناحية أبي صيدة وقراها من قبل قوات الرد السريع أسفرت عن اعتقال أربع مطلوبين أحدهم محكوم بالإعدام وتفعيل عشرات مذكرات القبض بالإضافة إلى مصادرة كميات من الأسلحة وتدمير عدد من المظافات توجهت فرقة الرد السريع إلى هذه الناحية نفذت مجموعة من المهام منها القاء القبض على الأرهابيين اللي لحد الآن خلال 48 ساعة الماضية أربع مذكرات قبض أربع أرهاب تم القاء القبض عليهم أربع أهداف واحد من عددهم محكوم بالإعدام وثمان أهداف تم التحقيق الآن معهم تنفيذ أكثر من خمسين مذكرة قبض ومداهمة خلال هاي الـ 48 ساعة تفتيش مناطق واسعة استيلاء على مجموعة كبيرة من الأعتداء والأسلحة بجاوزة الخمسين قطعة سلاح وكميات كبيرة من الأعتداء تقريبا 18 مضافة للعصابات موجودة بالبساطين داخل وأضاف أبطال قوات الرد السريع بأن هذه المناطق تعتبر ملاذا آمنا لعصابات داعش بسبب طبيعة الأرض واستغلالها من قبلهم منصب العبوات والمفرقعات التي تعيق تحرك هذه القوات وتمنع حتى الأهالي من ممارسة أعمالهم الزراعية نعم هذه المنطقة تشكل حاضنة للأرهاب في صورة عامة حسب طبيعتها الجغرافية والدهاليز المنشوفون داخل المنطقة والمخابي الموجودة داخل المنطقة الحمد لله قدرنا أن نطهرها بطريقة صحيحة وفتشناها بطريقة نظامية يعني كل شبر كنا متواجدين رغم كثافتها ورغم مساحاتها الشاسعة واجبنا كخبراء المتفجرات نتابع المظافات تكون دائما بالبساطين والمفرقعات اللي جان نجدها خطرة جدا من السي فور، الار دي اكس، النترات الأمونيو فإحنا جان نحاول بكل الطرق نشيلها من هذه البساطين حتى تكون صالحة للزراعة، تكون مخطرة على الناس، مخطرة على القوات ومؤكدين بأن هذه المناطق لم تستطع أي قوة الوصول إليها منذ عام 2003 لكن قوات الرد السريع استطاعت اليوم دخولها والسيطرة عليها أمنيا هذه المناطق منذ 2003 لم تصلها أي قطاعات سوى قطاعات فرقة الدخل السريع تم تنفيذ العملية منذ يومان ولازالت مستمر العملية تم تدمير مضافات والقابضة للمطلوبين ومصادرة الأسلحة الغير مرخصة عمليات أمنية واستمرة تقوم بها قوات الرد السريع يراد منها إنهاء ما تبقى من العصابات الإجرامية لا سيما بعد الاستقرار الأمني الذي تشهده مناطق أبي صيدة في ظل تواجد هذه القوات من محافظة ديالة حسن الشمري التغيير الفضائي اشتركوا في القناة